عملت دول مجلس التعاون الخليجي على إرساء اقتصاد متنوع من خلال التركيز على صناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 86% من مجمل المشآت الصناعية في دول المجلس الأمين العام لمنظمة الاستشارات الخليجية ذكر أن الفرص موجودة من 50 مليون إلى 500 مليون فنحن قلنا له المشآت الصغيرة نبغى شيء من 50 ألف إلى ما فوق فقال موجودة وأعتقد راح في خلال الورش ان شاء الله الآن اللي راح تبرزها المحاضرة هذه وجود الفرص الاستثمارية لمنشآت الصغيرة لأنه تقريبا زي ما انت عارفة 70% من المنشآت هي عبارة عن منشآت صغيرة ووعدة وجود فرص بالحجم الاستثمار الصغير هذا للحجم الكبير راح يفتح المجال لجميع المنشآت سواء كانت صغيرة أو متوسطة للدخول في هذه الفرص صناعية ان شاء الله وفي هذا الصياق حرصت دول مجلس التعاون الخليجي على تنمية القطاعات الصناعية الغير نفطية وعلى رأسها قطاع الصناعات التحولية الذي سهب بأكثر من 10% من إجمال الناتج القومي لدول المجلس الصناعة التحولية في دول المجلس طبعا صناعة وعدة وهناك العديد من الفرص المتاحة للمستثمرين نأمل انه تكون تتاح الفرصة للأخوان المستثمرين للاستفادة مما طرح اليوم اليوم طرح 10 فرص استثمارية في قطاع البلاستيك وفي قطاع الكيمويات في قطاع الألومنيوم في قطاع الصناعات الغذائية هذه الفرصة نعتقد انها صناعات غايبة ومستهدفة من قبل الصناعات الخليجية نأمل انه يكون هناك رغبة جادة من أخوان المستثمرين ومنظمة الخليج على تم استعداد لتقديم الدعم الفني والاستشارات فيما يتعلق في هذا الصناعات وتشير نتائج الدراسة الأخيرة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي الخليجي يقدر بـ 220 مليار دولار وفي هذا المكان تم استعراض نتائج أكبر دراسة لخارطة الصناع الخليجية والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل مجلس التعاون الخليجي في تنمية اقتصاد مستدام يعتمد وبشكل كبير على القطاع الصناعي وام الدخيل سي ام بي سي عربية جدة